البصرة تشهد تراجعا سياحيا في الفترة الأخيرة ووان نيوز تتحرى الأسباب إهمال المواقع الآثارية وانتشار التلوث بالإضافة إلى الجفافة عوامل أضيفت لها الاضطرابات في مطار البصرة حولت المحافظة إلى طاردة للسياحة الاضطرابات بالمنطقة بصورة عامة الاضطرابات التي صارت بمطار البصرة إضافة للتلوث في مياه شط العرب هذه العوامل تحتاج من عندنا أن نقف وقفة حقيقية جادة حكومة تحادية ومحلية للنهوض بواقع البصرة الخدمي بواقع البصرة شون رجع أنهار البصرة اليوم أكوى عمل على أنهار البصرة لكن مذيط المعالجات الحقيقية حتى أنه نقدر نروج بشكل صحيح عن محافظتنا ستمائة موقع آثاري في البصرة لم تشمل في عمليات التنقيب لتبقى عبارة عن مناطق مغلقة تحيط بها النفايات من كل جانب نرى أن الكثير من المواقع السياحية والآثرية لا زالت مهملة وتعاني الإهمال اليوم السياحة ليست فقط كورنيش على شط العرب هو بالتالي شط العرب هو أيضا متنفس وهو المتنفس الوحيد لكن اليوم من يجيك سائح من خارج المحافظة يجب أن يطلع على معالم هذه المدينة المعالم ما زالت مندثرة المعالم ما زالت للأسف أقول قذرة بائسة نحتاج إلى صدمة في الجانب السياحي تقريبا ما يقارب ستمائة موقع أثري لم ينقب عنه ولم يكشف للعلن في محافظة البصرة هذه المواقع الأثرية وممكن يوم تكون باب للسياح باب لجذب دول الخليج لجذب الأجانب وأيضا يكون هو وارد لمحافظة البصرة اقتصاديا ورغم اعتدال الأجواء في هذه الفترة التي تعد مثالية لاستقناب السائحين من مختلف دول العالم إلا أن البصرة تسجل تراجعا ملحوظا في هذا الجانب أثر لعبا ديواني نيوز البصرة ترجمة نانسي قنقر